أولاً فيها كنا تنوع الأوساط البيئية اللي ما كناش بجيهة أخرى الخميس ساحن فهادي اسمتها مختيات بوصافي هاد المختيات تتخدع الوحد يعني الرطوبة تتكيف مع نوع النباتات إذا كانت تنوع بيولوجي تنوع بيولوجي مهم في المنطقة ولكن هاد التنوع البيولوجي كما قال الأخ غادي في الديتار وما كيش اللي مسوق له بالنسبة لهاد الأوساط فهي تراوات والتراوات اللي كن يستفد منا احنا ما تنستفدوش منا يعني كن نستفدو منا فكين ما نسميه يعني واحد حزازيات واحد نوع دين حزازيات اللي عنده واحد أدوار مهمة في دول أخرى اعتبر هي اقتصاد دياله إذا بالإضافة كين تنوع كذلك كين تنوع المنطقة ديالنا تنوع ديال الطيور الطيور اللي هي واحد بنوع كبير جدا كين وحزازها التنوع كبير مهم جدا متنستغلوه تيستغلوه آخرين وتي يجيوا يشوفوا الطيور وتي تتبعوها الطيور وهذه الناس اللي تتبعو الطيور يعني موح بفئة ميسورة تيمكن تستفد منها المدينة تستفد منها مدن أخرى طان جارة لعدا بحكم انهم تيباتوا الطيور وكذا وكذا ويجيوا يشوفوا ويرجعوا إذا اللي بغيت نقول كين تنوع في المنطقة ديالنا اللي خصنا نعرفوه كيدا المناطق اللي مصنفة عالميا في الإطار ديال رمصة يعني عالميا ولكن حال سافلة لوكوس وديك سافلة لوكوس لزا تعرض كين فيها يعني مخش يكون فيها البنية ولاشا حاجة لأنها يقضي على واحد تنوع اللي غادي يفقدوه الأجيال وهذا ما غاديش معا ما نسميه بالتنمية المستدامة لأنه ما غاستفدوش منه أجيال بالإضافة لهذوك الدواوير اللي قريبة لعيشوه وهذو هذو غادي يعني تيقضيو على هذوك اللي هي مصنفة عالميا ولكن ما كانش اللي اللي بتي رعيها أولا نضيفكم نضيفكم لإخوان بهنا لوكوس واد لوكوس يعني الأخذينا هو واد لوكوس يعني المنطقة ديال الشمال كاملة والمنطقة ديال الأندلوس كاملة فتترتب هو المرتبة الأولى من حيث التنوع البيولوجي ما كانش الاهتمام نهائيا بهذا الواد واللي هو يعني ذاكرة ذاكرة يعني ما كانش هذو إذا اللي غدا نضيف هذو الأوسط كلها بالإضافة إلى الغابة غابة غابة هذي البوصافي ولهذا مؤخرا تحرقت ومع ذلك ما كيش واحد شفي ذا الاتمام ولا يعني ذاكرة الرعي الجابير تم غضب بواحد القوة ومتسام فيه من ديطار بالإضافة إلى يعني هذ المنجازات اللي كانت مؤخرا ديالتجابة والذي قدعت على واحد الجزء كبير أو واحد نسبة كبيرة من المسائل إذا المرصد نشوف أنا يعني أو عدنا المنطقة ديالنا را نفتخروا بها را عاصمة إيكولوجية يعني را في الخصوصية ديالة كينها التنوع في الأوسط را المنطقة الوحيدة اللي فيها جوج ديال ماذا؟ جوج ديال يعني الأوسط اللي هي مصنفة فكينها جيهة ديال سفيلة ديالكوس وكينها في جيهة ديال الصلاولة كينها ديال كينها ديال كينها ديال كين برغة كين واحد مرجى تابعة دوكتي تسميه مركب الرمل مركب الرمل هذ المنطقة بتعييرها بدلت تحسب وحدة من الوحدات ديال المناطق اللي مصنفة على الصعيد العالمي إذن فا المرصد تنشوفوه غادي نفعها ترى وتعال الأقل وغادي يعني را بقا فييرش را ما كيناش استفادة هذ المقتيات را فيها واحد الكيمية كبيرة ديال الماء بالتالي لا مش هتفادة ديتار را ما اعتقد العريش أو المنطقة ديالا في الماء بسيرتو هذ الماء يمكن أن نستغل له في سياحة البيئية ويمكن يعني اختار أفكار ديال الناس اللي مكننا يوصلوا المنطقات واللي بيئية ومكننا من هاد البيئة يعني تروة واحد هل ما رابط رابط رحل رابط 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 رابط